تحياتي لكم في بداية حلقة النهاردة من السادسة بنستقبل بيها عودة الاهلي للمنافسة في مشواره في بطولة الدورة ونستقبل بيها البطولة الأهم في 2024 وهي بطولة اليورو اللي بتصدر فيها السنة دي ألمانيا بعد توقف دولي وتجربتين سواء لمنتخب مصر الأول أمام بوركينا ثم غينيا بيساو اللي الحمد لله حفظنا فيها على صدارة مجموعاتنا في تصفيات كاس العالم أو التجربتين الوديتين اللي جامع منتخب مصر الأوليمبي بمنتخب كود ديفور اللي تمكن فيهم بتحقيق فوزين مهمين جداً قبل بداية معسكره في فرنسا وتحديداً في مدينة بوردو قبل انطلاق أوليمبياد باريس طمنا فيها نوعاً ما على منتخبنا الأوليمبي أعتقد أنه فيه عناصر كتير غابت بحكم اشتراكها مع منتخبنا الأول أو لأسباب أو أخرى يعني وأعتقد أنه كمان مع إضافة ثلاث أسماء للعبين فوق الثلاثة عشرين أعتقد أنه منتخب جاهز بشكل كبير جداً مع روجيرو ميكاني اللي عامل بصمة كويسها وإيه مع الولاد الحقيقة تخلينا نحلم ونرفع سقفة ومحاطنا إن شاء الله في الأوليمبياد بميداليا ونتمنى ميداليا أوليمبيا لمصر نستحق الحقيقة بكل تأكيد مشوارنا في البطولة ما هواش بالصعب أو بالعنيف خصوصاً إنه في دور المجموعات هنقابل أسبانيا وأوزباكستان والدومينيكان جمهورية الدومينيكان أو الدومينيكان ريبوبلك وبالتالي معاكش منتخب تأكيد في المجموع غير أسبانيا نتمنى إن شاء الله إنه المنتخب يوفق في البطولة نرجع لطبعاً